أهلاً وسهلاً بحضراتكم سيدة أم محمود كانت ندرت تسمي بنتها باسم معين وبعد كده الزوج يعني كتب اسم تاني عند توثيق اسم المولودة فهي بتقول يعني أنا مش عارفة نديها غير بالاسم اللي أنا بيعني حبيت إن أنا نديها به أول حاجة بس نعرف إنه من السنة تحسين الأسماء نختار أسماء تكون جميلة دات معانن لطيفة وجميلة وفيها بشارات واللي فعلوا والد الزوج حضرتك لا حرج فيه إنه غيروا وإنك باعيزة تناديها باسم الأمر المناده ده أمر واسع ناديها يا ستي باللي أنت عايزة تناديها به ما فيش أي مشكلة ولا حرج عليك لكن أنت نذرتي ند ولو كان الندر ده كم عقود كان ندراً أنت عقدت النية به فعليكم كفارة يمين يا صاحبة السؤال وبالنسبة لتحسين الأسماء دي من المسائل اللي حضت عليها السنة النبوية المطهرة وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام علمنا إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فحسنوا أسماءكم يعني الإنسان يعني نختار الأسماء ونفكر فيها ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق الأمر يسير ستم محمود